إيه اللي حضرتك وصلت له من خلال الأبحاث ومن خلال كل المصادر اللي رجعت لها عشان تقدر تكتب عن كتاب حضرتك والحقيقة طبعا أنا يعني أعملت بحث أكتر من سنة إعادة قراءة لهذه الأعمال الأدبية القصصية وإعادة قراءة للأعمال النقدية اللي تناولتها والحقيقة كان موضوع الأعمال النقدية المصادر بتاعته والكتب والمراجع كتير جدا كان يمكن حوالي خمسين كتاب بما فيهم مقالات نشرت احنا هنا بنتكلم عن فترات زمنية تلاتينات واربعينات وخمسينات يعني السنوات طويلة فرجعت المصادر سواء عن طريق المقالات اللي نشرت في المجلات أول حقيقة كان في ميزة تجميعها في شكل كتب لبعض النقاد وده اللي خلاني أن أنا يعني أتناول هذا العالم بشكل تفصيلي ويعتمد على ما ذكره وما ناقشه النقاد وما كتابه النقاد في هذا الزمن ثم رؤيتي بقى الشخصية لأن النهاردة حضرتك مستحيل يعني من وجهة نظري أن هذا الجيل وفي سنة 2014 نظل نقرأ القصص أو الروايات بنفس القراءات التي قرأت في الأربعينات أو الخمسينات أكيد وده لأنا كنت لسه عايز أقول لحضرتك أنه أعتقد أنه في التلاتينات وفي الأربعينات في الخمسينات كانت أكبر فترة لإزدهار الأدب بشكل عام والإزدهار طبعا القصص القصيرة وغيرها من أنواع الأدب لأنه وقتها ما كانش فيه وسائل أخرى تقدر تشد القارئ عن الإراية أو عن الكتاب تعالى القراءة كانت هي رقم واحد وكان في هذه الفترة عدد الصحف والمجلات يعني بالعشرات والمئات طبعا كانت وسيلة التسلية تقريبا الوحيدة اللي كانت موجودة كانت أبواب مفتوحة للكتاب أيها وكان لها يخلو مجلة أو جريدة مثلا من صفحة أو صفحات فيها قصص قصيرة أو روايات تنشر مسلسلة حتى كان فيه طبعا عدد كبير جدا من المجلات المتخصصة زي مجلة الرسالة مثلا كانت متخصصة في الأدب واستمرت سنوات طويلة وقدمت عدد كبير من الكتاب وأولهم نجيب محفوظ نفسه فكان زمان المتعلم برضو المجتمع المتعلم اللي هو لفندي بقى اللي هو كان مختلف فيلبس بادلة وطربوش ده طول الوقت معه جورنان أو مجلة بيقرأوا بقى مثلا وراكب التروماي اللي هو زمان وهو مثلا ماشي بيتماشي وقعد على القهوة مثلا القراءة هو مسافر القراءة كانت الفعل اليومي اللي هو بتاع الحد اللي هو قارئ أو مثقف أو حتى مجرد أنه هو متعلم وبالتالي زي ما حددتك ذكرتي كانت في هذه الفترة هي العصر الزهبي للقصة حتى لدرجة لما ظهر بعد كده الراديو أصبح في تخوفات يعني نقرأ عنها يقول له حركة ده الراديو بقى هيخد الناس من القراءة مطموش ليسوا بقى عارفين السوشال ميديا ولما ظهر التلفزيون قالوا نفس الكلام ده التلفزيون هيخد الناس من القراءة ولكن الحقيقة ده ما حصل ولما ظهرت السوشال ميديا وما زال ده هيخد الناس بس كان حقيقة برضو يعني إحقاقها للحق وكان في هذا الزمن ظهور الوسائل زي الراديو أو التلفزيون استفادوا من الثقافة لأنهم كانوا بيحولوا يعني أعمال أدبية كتير جدا تحولت إلى أعمال درامية سواء في الراديو أو في التلفزيون فخدمت الثقافة فإن هي نقلت القصة من عالم القراءة للمتعلمين لأن حددك طبعا في هذا الزمن كان عدد المتعلمين قليل فنقلتهم للمستمعين اللي هو ممكن يكون فلاح مثلا في الغيط علشان كده حضرتك مثلا جات شهرة كتابك كبار جدا عن طريق الراديو مثلا قصص نجيب محفوظه إحسان عبدالقدوس ويوسف السباعي وغيره تلاقي مثلا حد غير متعلم بس عارفهم يقولك أنا أصلا أنا عارف أنا عرفت الرواية دي أو عارف نجيب محفوظه عشان سمعت مثلا المسالسة الإزاعي بتاعه كذا ألف ليلا وليلا مثلا حاجات كتيرة جدا فكان الراديو والتلفزيون يخاطب بقى الفئات اللي هي غير متعلمة ويوصلها جميل جميل